تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي سبورتي اللي بتيجيكم مني أنا محمد أهوال بدأنا نقش في هذه الحلقة تعليقات انتشرت في الفترة الأخيرة على مسألة انتر يسرق أفكار اليوبي فهل هو فعلا بيسرقها ولا لا؟ هنحكي بهذا الفيديو بعد ما تشتركوا بقناة سلبي سبورت في يوتيوب في البداية خلينا نوضح مسألت انه الانتر بياخد أفكار اليوبي ممكن الناس نقول صح طبيعي بس خلينا ندخل أكتر بالعبق استراتيجيات الآن دي اللي بيضحها المدراء التنفيذيين ومدراء كرة القدم فيها يعني ما في نادي عنده استراتيجية وعايش عليها لأن الاستراتيجية بتتغير كل 3-4 سنين في كرة القدم الآن الانتر عين ماروتا الانتر وجد انه ماروتا أفكاره مش كثير متشابه مع اليوبي في نوع من الخلافات صار آخر فترة فحقه يروح اجيب مدير ناجح في الكرة الإيطالية نجح مع سامدوريا ثم نجح مع اليوبي فطبيعي اروح اجيب واحد فاهم بيئة إيطاليا والنجاح في إيطاليا فأجيبه هذا الطبيعي من قبل ما تجيب هذا الشخص هذا الشخص عنده استراتيجية طبقها باليوبي طبقها بسامدوريا وكان يعدل حسب الميزانية فراح مرة تبدو يطبق استراتيجيته اللي هو مؤمن فيها اللي هي قائمة على أشياء احنا بنعرفها جمهور اليوبي تحديدا إذا في لعب مجاني بيقاتل بجنون عشانه فاشفنا بيجيب قدين وكذا وبحب اللعبين المجانيين جدا والشي الثالث انه دائما بدور على مواهب إيطالية يحاول يجلبها الثالث أشياء هدول هو اشتغل عليهم يعني اشتغل على نفس الاستراتيجية اللي يطبقها باليوبي ونفس الاستراتيجية اللي يفكر فيها بسامدوريا مع فارق الميزانية في كل واحدة يعني حتى الآن الانتر ما سرق أفكار الانتر عين رجل عنده هذه الأفكار فجابوا معاه وهذا الطبيعي يعني لو أنا أنتقل الآن من شغلي لشغل آخر حروح أطبق الأفكار اللي أنا بعرفها واللي حاولت فيها بالشغل الحالي بمكان تاني هذا الطبيعي جدا في العمل وفي النهاية يوفنتوس أصلا جاب ماروتها من سامدوريا يعني مش هو ابنين يعني ثم جاء كونتي فكونتي أصلا كان باليوبي وحطت أسس نجاح اليوبي الجديدة فهون صار فيه تشابه آخر كمان المدرب مش حكر لليوبي جاء مدرب عنده أسلوب معين فشفنا بلعب خططه المعروفة 3-5-2 هذا أول تشابه كان بفترة نهضة اليوبي بس فعليا هو كونتي اللي جاب 3-5-2 على اليوبي مش اليوبي هو اللي بلعب 3-5-2 نظر حياته وبزيد التشابه طبعا وخلى الناس تحكي أكتر بعودة فيدال عودة فيدال بزيد التشابه طبعا فكرة عودة فيدال فالناس صارت تحكي أوف لشها الدرجة النسخ لكن فكرة عودة فيدال اللي بتنطبق عليها أحد فلسفات ماروتا إذا وجدت فرصة بالسوق وكونتي شخصيا بحب اللعبين القتاليين فجابوا يعني لمستوى أنه كسانو قبل فترة صرح قال كونتي ما بحب اللعبين اللي جودتهم جدا عالية هو بحب اللعبين اللي كويسين اللي قتاليين أيضا في البيئة البيئة المحيطة في الانتر واليوفي متشابهات الاثنين بلعبوا بالدور الإيطالي والاثنين هدفهم يصعدوا بالبراند بقوة مرة تانية والاثنين أيضا ميزانيتهم للعلم مش كثير بعيدة عن بعض كأنها 20% أو 25% بالوضع الحقيقي يعني هم أقرب اتنين ميزانية على بعض في إيطاليا فطبيعي نشوف مشاريعهم شوي بتشبه بعض يعني زي لما تروح في ألمانيا ممكن نتقرب دورتموند لايبزيك هتلقى فيه نوع من التشابه فلسفة اللعب واللعبين هتلقى هاد التشابه بشكل أو بآخر لأنه الميزانيات قريبة فاللي بيحكمك بالأساس الميزانية أولا البطول اللي بتنافس فيها ثانيا الأشخاص اللي بدروك ثالثا فالأشخاص اللي بديروا الانتر حاليا هم نفسهم اللي كانوا يديروا اليوبي واليوبي لسا ما تخلص مني بالمية من أرض مرتها وأنا أعتقد كمان ثانية أو سنتين ما حيكون في هذا التشابه لأنه واضح أنه الخط اليوبي اللي رايح له كثير مختلف نوصل هنا نهاية حلقة سلبس بورت متمنى أكون وضحت النقطة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة